موسيقى في ظل تواصل وقوع العاصمة ترابلس بينما خالب القطة السمان التي تتصارى على النفوذ والمصالح وفرض السيطرة بالقوة شهدت عروس البحر ليلة دامية وحتى صباح هذا اليوم جراء اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين ميليشيات رئاسي غير الدستوري وميليشيات تابعة لحكومة الانقاذ في العاصمة وكان الأشد منها في محيط معسكر قوة الردع والتدخل المشترك بسليم غنيوة ولم يصب المعسكر بأضرار كبيرة ولتزال قواته تبسط سيطرتها على محيط المعسكر واعتضع السواتر الترابية في الطرق المؤدية له إضافة لاستمرار سيطرتها على المعسكر 29 المقابل لمقر وزارة الثقافة وكان نصيب الأسد من الأضرار لعمارات حي ناصر التي طالها جزء من الاشتباكات كما أصيب سوق المتوكل للملابس بقذيفة تسببت في إحراقه بالكامل وحريق شب في سوق السجاد بسليم ومستشفى بسليم للجراحة والحوادث وبعض المنازل والسيارات ونقلا عن صحيفة المرصد الليبية حيث قالت إن فرق الهلال الأحمر لا زالت تحاول دخول المنطقة لانتشال جثث القتلى وإخلاء المصابين والعائلات العالقة في مرمى النار ويقدر العدد المؤكد للقتل بثلاثة عشر شخصا بينهم مدنيين وسط هذا التأهب الميليشيوي المتساعد الذي يجوب العاصمة ترابلس تأتي ردود الأفعال كسابق غيرها حيث صرحت حكومة الإنقاذ في بيانها الصادر لكي تعرب عن بالغ قلقها مما يحدث داعية جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات الجارية إلى إيقاف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ما أشبه الليلة بالبارحة فكل ليالي طرابلس تتشابه منذ خمس سنوات تحت حكم ميليشيات تتناحر بلا توقف وبيانات تكتفي باستنكار ما يحدث دون حل لقناة ليبيا الحدث هدير بن هلو ترجمة نانسي قنقر